هذا وأعلن رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى لعرض السلع بأسعار مخفضة لافتا إلى أن المهلة الممنوحة لمنافذ البيع انتهت وأصبح إلزاميا عليها عرض السلع المحددة لجميع السلع وقال مدبولي أن ألية إعلان الأسعار ستنفذ على جميع منافذ البيع بجميع أنواعها وأحجامها مطالبا الإعلام بضرورة توعية المواطن للإبلاغ عن أي منفذ يبيع بشكل مخالف تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى الهايبرات والسوبر ماركت كبيرة أنه حيبقى فيه ركن أو مكان فيه هذه السلاسل كمان لعرض السلع بطريقة مخفضة إن شاء الله الجزء المهم جدا واللي يمكن إحنا دايماً بنتابعه ويومياً على معرفة وبنشوف كل وسائل الإعلام بتتكلم عليه موضوع حماية المواطن من جشع بعض التجار وإحنا خذنا إجراءات بالفعل إن إحنا قلنا يعني وانتهت بالفعل المهلة إن لازم كل منفذ بيبيع بضاعة يكون حاطة الأسعار على هذه المنافس على هذه السلع بتاعته يبقى موجودة وسعر معلن محطوط أنا مش بنائش السعر إيه لكن أنا بتكلم على وده الأهم السعر اللي بيحدده هو اتحاد الغرف هو اللي بيحدد أسعار السلع إحنا بنتكلم السلع الأساسية والاستراتيجية اللي تهم حياة المواطن اليومية الأسعار موجودة إحنا كل اللي يهمنا إن المنفذ يبقى ملتزم بهذه الأسعار اللي بتعلن إنما الشيء المهم إن تكليف كل جهات الدولة الدخلية شرطة تموين المفتشين بتوع التموين المحافظات جهاز حماية المستهلك كل هذه الأجهزة بتنزل وتراقب وتتابع علشان نتأكد من تنفيذ هذا الموضوع ولكن برضو عشان المواطني بعارف إحنا بنتكلم على مئات الألاف من المنافس اللي بتبيع إحنا مش بنتكلم بقى فقط على أنا أسف السلاسل الكبيرة ولا السوفر ماركتس كبيرة إحنا بيبقى عندنا محل صغير موجود في حارة موجود في قرية هنا برضو هنا يمكن دي نقطة مهمة جدا وأنا دي اللي أنا بطالب يعني الإعلام المصري إنه برضو يبقى فيه توعية للمواطن إحنا النهاردة كدولة حرسين كل الحرس على التطبيق طيب المواطن راح نزل ولقى منفذ مش ملتزم يبقى بيبلغ ويساعدنا ويقول لنا المنفذ الفلاني اللي في المكان الفلاني مش ملتزم باللي الدولة أقرته يبقى إحنا بنتحرك على هذا المنفذ مباشرة ونتخذ الإجراءات الراضعة اللي إحنا كلنا أعلننا عنها